قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد الفريق أول محمد زاكي بدولة تفقدية لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة المختصة قام الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضاً تقديمياً تضمن شرحاً مفصلاً لأسلوب العمل والتطوير المستمر في ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة والذي تضمن عدداً من النماذج التي يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها وفقاً لأعلى المعايير الفنية العالمية مما يسهم في الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة عقب ذلك المرور على عدد من المركز الفنية المتخصصة التي يتم العمل بهم وفقاً لأحدث نظم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات كما استمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة تضمن شرحاً مفصلاً لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الاستفادة القصوى من المركز واللحاق بالرقب العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة الفريق أول محمد زكي بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها مؤكداً أن القوات المسلحة تماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة